في الوقت الذي يؤكد فيه وزير البلديات والنقل المهندس وليد المصري على مشروع تطوير وسط مدينة إربد أشار عدد من التجار إلى أنهم لم يسمعوا بالمشروع مطلقا مؤكدين دعمهم لأي مشروع ينهض بوسط المدينة المتهالك تطوير وسط مدينة إربد أصبح هاجسا ومطلبا شعبيا للتجار والمواطنين بعد توالي الوعود بتنفيذ خطة لتطويره سمعنا من رؤساء البلديين المتوالين كابرا عن كابر شخصا عن شخصا بتطوير وسط البلد ولم نرى شيئا على الواقع نحن سكان مدينة إربد وعدنا بتنظيم هذه المنطقة من عشرين عاما وننتظر الفرج وكل مسؤول يأتي ويعطينا الوعد ولكن لا حياة لمن تنادي سمعنا عن مشروع التطوير بس عارض الواقع ما شفنا إشيه وزير البلديات والنقل المهندس وليد المصري خلال مشاركته في جلسة حوارية نظمتها بلدية إربد الكبرى والمكتب الاستشاري المكلف بمشروع تطوير وسط مدينة إربد أكد على أهمية الدراسات بأن تكون متوائمة مع المستجدات التي شهدتها المدينة منذ كان المشروع فكرة بحثت قبل قرابة أربعة عشر عاما وأوعيد إحياؤها مجددا المشروع بدأ منذ عام 2004 نحن اليوم بال2018 نتمنى أنه بال2020 تبدأ خطوات التنفيذ المشروع المطروح منذ سنوات لم ينفذ منه أي شيء بحسب مواطنين أفادوا بأن كل ما يسمعونه من المسؤولين هي وعود فريغة لم يتحقق منها شيء نأمل أنه خلال الأشهر القادمة إن شاء الله القليلة أنه ننهي الدراسة بشكل كامل ونبدأ بالبحث عن التمويل نحكي عن تمويل لهذا المشروع ليقل عن 40 إلى 50 مليون دينار لكن ما في مشكلة أنه ننفذه على مراحل حسب التمويل اللي راح نجده إن شاء الله كان من حكومة أو من جهات مانحة أو جزء راح تتحمل بلدية أربد الكبرى مواطنين أكدوا دعمهم لأي مشروع ينهض بوسط المدينة المتهالك والذي يحوي عددا كبيرا من البيوت التراثية التي تعد جزءا هاما من تاريخ المدينة